طهرين رواقع الدابعين وتعالوا النهاردة في الحلقة الثانية عن النجاشية تعالوا النهاردة نحكي لحبابنا اللي ما حضروش حلقة مبارح نحكي البداية البسيطة للقصة اللي احنا ذكرناها قلنا جماعة واتفقنا ان النجاش اللي احنا بنذكره في القصة ديت هو لسه ما بقاش نجاشي النجاش اللي بنقصده في القصة بتاعتنا اللي هو صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم واللي الصحابة هاجروا إليه ده كان لسه طفل صغير واحنا بنحكي القصة ديت كان لسه طفل صغير اسمه أصحمة ابن أبجر وبالله عليكم احفظوا الاسم ده هو ده بطل قصتنا وملقي النجاشي النجاشي ده جماعة لقب أي واحد في الدنيا كان بيملك الحبشة كان بيحكم الحبشة كان بيلقب بلقب النجاشي زي ما كسرة لأي واحد بيملك أو بيحكم بلاد الفرسة كان يسمى كسرة وأي واحد بيحكم بلاد روم يسمى قيصر واضح المعنى ده إنما هو ما اسموش أيصر أصلا لا كسرة ولا قيصر ولا اسمه النجاشي ده ده لقبه إنما هو لقبه اسمه إيه؟ إلي اسم تاني فكان بطل قصتنا اسمه أصحمة ابن أبجر قصته بتبدأ من أبوه أبوه كان النجاشي بتاع الحبشة أبوه كان هو ملك الحبشة هو حاكم الحبشة وكان أصحمة ابن أبجر اللي هو بطل قصتنا كان لسه طفل صغير وكان أبوه رجل حاكم عادل وكان الدنيا كلها بتحبه وبتموت فيه لأنه فعلا كان إنسان عادل وفاضل وكان بيكرم شعبه جدا وبيدي له كل اللي هو عايزه وعمره ما ظلم حد ولكن كان مشكلته الوحيدة إنه هو ما عندهش من الدنيا دي إلا ابن واحد اللي هو بطل قصتنا أصحمة ابن أبجر وكان ليه أخوه كان عنده 12 ولد فاجتمع الوزراء وشياطين الإنس اللي حواليه والحاشية الصعبة دي حاشية السوق اجتمعوا قالوا ما ينفعش رجل ده يفضل على طول هو النجاشي الحبشة ليه يا جماعة أرد ما عندهش ابن واحد يعني هو لو مات النهاردة ابنه هو اللي يمسك بلاد الحبشة طب لو مات الولد ده مين اللي هيمسك بلاد الحبشة هيضيع الملك والدنيا كلها هتتقلب عشان كل واحد فيهم بيبقى طمعان أنه هو يبقى ملك الحبشة طب نحل المشكلة دي إزاي قالوا نخلي النجاشي الكبير اللي هو ماسك الحبشة دلوقتي نخلي أخوه اللي عنده 12 ولد هو اللي يمسك مكانه لأنه عنده 12 ولد يوم ما هو يموت ابنه كبير يمسك ابنه كبير يموت اللي بعده يمسك هيبقى عندنا 12 ولد بأولادهم بذروريتهم بيه هيبقى الدنيا ماشي على طول زي الفل طب نحل المشكلة دي إزاي قالوا نروح نكلم أخوه ونستأزنه في إن احنا نقتل النجاشي اللي هو والد أصحمة ابن أبجر خدوا بالكو فراحوا الأخو قالوا له إيه رأيك أنت عارف أن أكتر واحد كان أولى بملك الحبشة وأنه هو يبقى نجاشي الحبشة مين قالوا من قالوا له أنت أنت عندك 12 ولد عزوة وانت لقدر الله لو موت ابنك ده يمسك أو ابنك ده فلازم أنت لتمسك الحبشة طب قالوا أنت بإزاي أخوه يا هو اللي ماسك نجاشي الحبشة قال له بسيطة إيه يا جماعة نعمل إيه هنخليه يستقيل قالوا لا نقتله في أول أمر خدته الحمير إزاي تقتر أخوه يا ده أخوه يا وحبيبي وعشرة عمري وابن أم وأبوه يا وكذا كذا وحين دخلوا عليه من دخلة كذا قالوا له يعني إحنا ممكن لو أنت ما حبش تسمع كلامنا ممكن نقتل ولادك كلهم ونخلص عليكم كلكم ونخلي أي حد يحكم بقى مكانكم ولا أقول لك هنفعني الكلام بشكل بسيط مصلحة البلد أنت مش عايز مصلحة البلد مش بتحب بلدك عايز مصلحة البلد ومصلحة البلد في أن يحكم أن واحد قوي زيك وعنده عايزها وبعد مناوشات ومشاورات وفي لحظة ضعف إيمان عجيبة وافق أخوه على أنه يتقتل وجهزوا كتيبة الإعدام وراحوا بالليل وتسللوا خفية وخدوا الحراب والسيوب بتاعتهم ودخلين عشان يقتلوا النجاشين اللي هو والد أصحمة بن أبجر ودخلوا وكان أصحمة اللي هو بطنة الجميل كان لسه طفل صغير ناهم في حضن أمه وفي غرفة بعيدة كان أبوه اللي هو النجاشي اللي هو حاكم الحبشة كان بيخلص بعض أشياء خاصة بالبلد بتاعته ولقاهم فجأة دخلوا عليه عشان يقتلوه إيه هتقتلوني ليه أنا عملت فيكو حاجة قالوا له كده كده لازم تتقتل ودخلوا وغضروا به وقتلوه وأصحمة بن أبجر ما يعرفش أنه هو في اللحظة دي خلاص بقى طفل يتيم لأن يابوه تقتل دلوقتي وراحوا على طول في ساعتها طلعوا بره على الحكماء قال لهم أبشروا خلاص أتنا النجاشي قالوا طب كويس وطلعوا في ساعتها مباشرة ما استنوش حتى للصبح جماعة طلوا على طول على أخه النجاشي اللي عنده 12 ولد وقالوا له أبشر أخوك تقتل طيب خير أنا هنخلص الموضوع إمتى هتتوجوني ملك إمتى قالوا له بكرة صبح الصبحية الشعب الحبشي سمعوا أن النجاشي تقتل تقتل ليه تقتل فيه مين اللي قتله محدش يقدر تكلم لأن كل ده تم بتنفيذ الوزراء والحكماء بتوع البلد الحشة الكبيرة العصابة اللي مسيطرة على البلد فقتلوه خلاص محد يقدر تكلم خلاص البلد بلدهم فلما تقتل طلعوا بعد كده إيه توجه هذا الملك اللي هو أخوه ونسيه في ظل التتويج ده كله نسي الطفل الصغير اللي كان بيبكي على يطمو وبيبكي على إن أبوه تقتل وبيسأل نفسه هو تقتل ليه عمري ما شفت أبوه بيظلم حد عمري ما شفت بيأز حد طب ليه فكروا يقتلوه طب ليه ليه تساؤلات كتيرة جدا والكل نسي الطفل دوت وراحوا توجه الملك ولبسوه التاج بتاعه وبدأوا يلعبوا بلعبة الحراب المفضلة عند الأحباش ويحتفلوا احتفال رسمي بتتويج أخوه ويبقى هو نجاش فيه الحبشا الراجل في لحظة فوآن للضمير حس بالجريمة الكبيرة اللي ارتكبها أنا أوافقهم على إنهم ما يقتلوه أخويا طب ليه كل ده عشان أنا أبقى ملك طب معنم ما كنت ملك أخوه يا حبيبي وعمره ما ظلمني والعمره أزاني ليه أوافق على قتله وليه أيتم ابنه كأنه عايز يكفر عن السيئة والخطيئة اللي عملها ديت رح جايب أصحم ابن أبجر اللي هو ابن النجاشي اللي اتقتل وراح واغده في حضنه وضمه عشان يربيه مع ولاده اللي اتناشر وضم الأسرة ضم زوجة أخوه عشان تعيش مع زوجته ويعني عشان بس يحاول بقدر وكان يكفر عن الزنب اللي عمله سبحان الله ودخل أصحم ابن أبجر اللي هو بطل قصتنا الجميل بعد أما بوت قتل وبعد أما تيتم وراح عاش مع عمه في القصر بتاعه وهو ما يعرفش إن عمه هو اللي كان بيدبر هو والشياطين دولت قصة مقتل أبيه وإن عمه هو كان سبب يطمو كانش يعرف الكلام ده كله طفل صغير مش فيهم حاجة وبدأ الأولاد أولاد عمه والي اتناشر هم كمان ما يعرفوش إن أبوهم كان بيدبر المؤمر دي هم يعني لسه أطفال برضو فمش عارفين حاجة فخدوا ابن عمهم في حضنهم وبدأوا يمسحوا دموع وبدأوا يحاولوا بقدر إن كانوا يدخلوا على الفرحة والسعادة ويحاولوا ينسوا المأساة اللي هو عاشها ديت وبالفعل الطفل ابتدأ يتأقلم وابتدأ يعيش في وسطه ولاد عمه وابتدأ يحس بحياة جديدة وبدأ ينشأ ويكبر وبدأ يكبر معه زكاؤه وحيويته ونشاطه وقوته وفطنته وخف الدمه وماشاء الله كان طفل نابغ ومميز جدا جدا وسط الأطفال لدرجة إن عمه كان بيحب حبه جديد جدا وكان كل ما يشوفه يفتكر الجريمة اللي ارتكبها في حق أخوه وإن هو سبب فيه إن طفل زي دوة يتيتم اتعلق أوه بالولد ده وحس فيه بنجابة وزكاء وحاجة باش الله شخصية فريدة ونادرة لدرجة إن كان بيفضلوا على أولاده مين اللي حس بالموضوع ده يا جماعة شياطين الإنس الحكماء الوزراء اللي هم هم خططوا لمقتل النجاش الكبير اللي هو والد أصحام ابن أبجر فقالوا يا طب دي تبقى مصيبة ده إحنا خلصنا على أبوه وبعدين خلنا عمه هو اللي يمسك الملك وعمه بيفضل الولد دوت يعني معنى كده إن ممكن تلف الأيام ويبقى الولد ده هو ملك الحبشة طب يبقى إحنا عملنا إيه؟ ما كنا خلنا أبوه ما قتلناهوش ده إحنا عملنا ده عشان أبوه ما يمسكش ويمسك ابنه ده لأنه ده ابن واحد معنى كده إن الدولة بعدها ممكن تنهار قالوا لا إبقى لازم نخلص من الولد ده بعد ما قتل الأبوه عايزينه يخلصه منه هو كمان وراحوا وقرروا المأساة مرة تانية وراحوا لعمه قالوا له إيه رأيك في موضوع خطير جدا جايل لك فيه خير يا جماعة وانت طبعا وش خير ما بججر عشان خير يعني خير يا جماعة عايزين إيه؟ قالوا له إحنا فكرنا إن الولد ده زكي جدا ولماح قالوا فعلا ده أزكى من كل أولادي ولذلك أنا بفضلوا على أولادي كلهم قالوا الواضح إنه زكي ونجيب جدا ولماح وعنده مهاراته وعنده يعني إمكانيات عالية جدا وواضح إنه إنت مقتنع قوي بالولد ده وممكن بعد كده توكل إليه مهام كبيرة وممكن يوصل في النهاية إنه يبقى النجاشيه من بعدك فسكت أصدقوا إيه؟ قالوا له أصدنا إن الولد ده لازم نخلص منه إزاي يا جماعة؟ ده أنتوا لسه قتلين أبوه من أيام حرام عليه كنتيقوا ربنا ما نصحش وعيبه وفي البداية زي ما قلت لكم بتاخد الحمية لكن مع الدنيا ومع المنصب والفلوس بيع ويا ما ناس باعت من غير تمن ويا ما ناس باعت بتمن لكنه تمن حقير ما يسويش حاجة مع جنة عرضها السماوات والأرض هايزين إيه يا جماعة؟ قالوا له يئما نقتله يئما نطرده من البلد ونوديه في أي حتة ونخلص منهم طب ما بلاش حرام عليكم ده احنا لسه قتلين أبوه قال له معلش ما فيش حل غير كده وحينة مش واخد بالك من النقطة مهمة الولد ده لما هيكبر أكيد أكيد ممكن يتسرب الخبر ويعرف إن إحنا اللي قتننا أبوه قال له مقا صحيح قال له تخيل بقى لما يعرف إن انت عمه كنت متآمر معانا على قتل أبوه هيعمل فيك إيه أنت في الوقت ده ممكن يقتنني قال له شفت بقى إحنا خايفين على مصلحتك يقتنوا قالهم لأ نطردوا بره البلد واتفقوا معاه إنه ما ياخدوا الولد ويرموه في أي حتة بعيدة عن البلد المهم إنه هو يختفي وما يبقاش موود أبدا على الساحة طلعوا خدوه وشياطين الإنس وراحوا بيه في أقصى بلاد الحبشة عند البحر كده عند البحر الأحمر وراحوا بيعينه لواحد في سوق الرقيق سوق العبيد قالوا له ميبعولة بقى يتمن ده مين ده قالوا له ولد كده مش محتاجينه ما قالوا له بقى أنه إيه ما قالوا لهش إن عمه هو ملك الحبشة ده لقتي وإن أبوه كان أصلا ملك الحبشة واتقتل ما رضوش يقول له الكلام ده هم طلعوه وقالوا له ولد ومش محتاجينه وعايزين نبيعه بكم تبعوه بكذا قال لهم لا بكذا أنا شاف إيه في النهاية رسيوا على إنهم مشتروا أصحمة ابن أبجر بستمائة درهم حاجة ببلاش كده كالملائك في السماء مطهرين رواك كالملائك في السماء سبحان الله معيني ده هيبقى مين بقى هدفيما بعدها هيبقى النجاشي الكبير اللي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم واللي لما مات صلى عليه حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم باعوا النجاشي باعوا أصحمة ابن أبجر اللي هو الطفل الصغير اللي هيبقى بعد كده النجاشي باعوه بستمائة درهم ورجعهم الرجل راح واخده ومن ضمن مجموعة عبيد اشتراهم حطوهم في مكان مع بعض وربطهم في بعض وجهزهم عشان يطلعهم على السفينة اللي طلع رحلة بعد كده لأي بلد من البلدان ويروح يبيعهم في سوق العبيد رجعهم وفي نفس اليوم حصل مفجأة والله لا تخطر على قلب بشر وبالله عليك اسمع بقلبك مش بيودانك بقى الله سبحانك يا ربي يعني والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان عالما بما يقول إليه الحال الحال أن فلان مريد لكن بعد كده يخف مين اللي يعرف دي الله الحال أن فلان دلوقتي زليل لكن بعد كده يبقى ملك مين اللي يعرف كده الله الحال أن فلان فقير وبعد كده يبقى غني مين اللي يعرف كده الله ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان عالما بما يقول إليه الحال الحال فقير إنما المآل هيبقى غني الحال النزليل هيبقى بعد كده ملك ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان قادرا على إمضاء ما يريد وهو ده سر يا حبيبي في القضاء والقدر العلم والقدرة ولذلك نستخير ربنا بنو اللهم إني أستخيرك بألمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب علم قدرة علم مطلق لله سبحانه وتعالى وقدرة مطلقة لله سبحانه وتعالى هو القادر وهو العالم سبحانه وتعالى فيقدر ربنا سبحانه وتعالى إن في اليوم دوت في نفس اليوم يا جماعة في نفس اليوم اللي باعوا فيه أصحام ابن أبجر بستمائة درهم لواحد من تجار العبيد بدأ يحس عمه بأنه ارتكب جريمة كبيرة جدا بدأ يستعيد شريط الزكريات معقولة أنا اللي أكون سبب في إنهم ما يقتلوا أخويا عشان أبقانا الملك أبقانا جاشي الحبشة ومعقول أنا أسلم لهم ابن أخويا اليتيم اللي أنا كنت سبب في يطمو علشان يروحوا يبعوه بستمائة درهم قد إيه الإنسان ممكن ينسى حاجات كتير جدا عيازا بالله في لحظة من غفلة الضمير في لحظة من أسوة القلب رجل حس إن هموم الدنيا كلها نزلت فوق دماغهم حبي ينسى الهموم ديت ألا خرج ألعب رياضة أعمل أي حاجة أنسى الهموم ديت بأي طريقة وهو ماشي لوحده يقدر ربنا سبحانه وتعالى طبعا حوالينه الحاشية بتشوفه وترقبه وهو ماشي يقدر ربنا إن الأمطار تنزل وهو من شدة رموم مش داريان بالأمطار اللي حواليه والمطر ابتدى يشتد ويشتد وبلغ البرء والرعد يشتغل ومرة واحدة بقدر من ربنا سبحانه وتعالى القادر سبحانه وتعالى إن صاعقة تروح نزلة وتروح مموتة هذا الرجل اللي هو عم أصحمه ابن أبجر اللي هو النجاشي اللي كان موجود في الوقت ده مات الرجل وفازي على الشعب الرجل ما تعينش إلا لمدة أيام أيام بسيطة جدا كان سبب في إنه غدر بخوه وتقتل وسبب في إن ابن أخوي تيتم وسبب في إن ابن أخوي تبع بستميد درهم وفي النهاية صاعقة نزلت خدته وخلص فقات كل حاجة خسر الدنياه وأخرى وبدأوا الناس يفكروا طب نعمل إيه في المصيبة دي مفيش غير ولاد الرجل ده وعشان كده احنا أصلا خلناه يمسك ملك الحبشة خلناه يمسك النجاشي عشان عنده 12 ولد هم دول اللي يقدروا يمسكوا البلد بقبضة من حديد راحوا للـ 12 ولد عشان يسألوهم مين فيكم اللي ممكن يمسك البلد ويبقى نجاشي الحبشة الأولاد مسكوا في بعض وضربوا في بعض وحصل مشاكل ومقاسي ومحاورات ومهاطرات عجيبة الشكل دارت بينهم مين فيهم اللي يمسك الملك كل واحد فيهم عايز يبقى الملك هي دي الدنيا هي دي الدنيا وهي دي مصيبة الدنيا ومصيبة التكالب على الدنيا لما الحكماء شافوا أولاد الرجل دوت بالسفاهة والحماقة ديت قالوا يقيناً ما ينفعش ولا واحد فيهم يمسك الملك بتاع الحبشة يمسك ملك الحبشة الواحد أحمق عمال بيدرب فخوه واخوه بيدرب فيه ويتخنق مع بعض عشان مين يمسك الملك يا جماعة ما ينفعش ولا واحد منهم يكون الملك قالوا من مين ممكن يمسك الملك قالوا عارفين الوحيد اللي ممكن يبقى ملك الحبشة ويبقى نجاشي الحبشة وهو دا اللي هيمشي البلد زي منتو عايزين وهو دا اللي هيقدر يحكم بالعدل والقسط وهو دا اللي هيكرم البلد كلها وهيهيأ الشعب إنه يعيش أجمل حياة هو الغلام اللي انتو رحت وبيعتوه بستمائة درهم قالوا يا خبرة بيد طب هنجيبه منين دا احنا بعناه للراجل وراجل تكيبه في السفينة وربما تكون السفينة طلعت دلوقتي وما نعرفش أصلا السفينة راحة فين طب نعمل إيه قالوا لحقوا جريوا الحكماء على البحر علشان يلحقوا أصحام ابن أفجر قالوا لعلوا عسى يعني لحقوا يا من يلحقوش وصلوا لحد هناك وبدأوا يدوروا على الراجل يا ترى هو دا ولا مش هو دا لأ الراجل دا كان شكله كذا لأ دا كان طويل لأ دا كان صغير لأ دا كذا وكل واحد عمال يقول رأي اللي هم ما ما شافوهش غير مرة واحدة الدوله أصحام ابن أفجر خد ستمائة درهم ومشي وبدأوا يدوروا لحد ما اشتبهوا في راجل قالوا احتمال كبير يكون هو راجل دا دخلوا عليه مش حضرتك اللي احنا بعناه لك الغلام بستمائة درهم آه خير رجعته في البيع وقال ليه لا الموضوع مش كده دا أصلا موضوع ان احنا محتاجين لغلام دوت ليه ظروف ما وقالفوله قصة كده ومش طبعا مش ما قولها يقولوله دا احنا واخدينه عشان نعيونه مالك الحبشة وإلا يقولهم لا انا دفعت ستمائة درهم عايزهم ستمائة ألف فقالوله قصة كده وقالفوله قصة لحد ما راجل قالوله محظوقه حلو دا السفينة كانت تطلع بعد دقائق يا فلان نزل للغلام اللي عندك ورحمة نزل أصحمة ابن أبجر شوف قدر ربنا سبحانه شوف الدنيا ماشي ازاي هم يعني انهم يكيدون كيدا واكيدوا كيدا شوف ربنا بيقول والله من ورائهم محيط سبحانه يا سبحان الله شوف هم بيدبروا ان أبوي تقتل وهو يتوزع ويباع بستمائة درهم عشان غيره يبقى الملك لكن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قدر ان الغلام دا يرجع وان يتوك ويباع هو نجاشي الحبشة ويباع هو ملك الحبشة رجع الغلام اللي هو أصحمة ابن أبجر وطبعا كان كبر يعني كان شاب في الوقت دوت وكان شاب زكي جدا وكان وارع جدا وكان طيب جدا وعادل جدا ومحترم جدا ورجع وأول ما رجع الشعب فرح جدا جدا بعودة أصحمة ابن أبجر لأن الشعب كان قلبه مليان حزن على قتل أبوه وتمالى حزن أكتر لما لقوا أصحمة اختفى مرة واحدة وحزنه أكتر وأكتر لما عرفوا أنه هو اتباع بستمائة درهم ابن نجاشيل حبشة يتباع بستمائة درهم وأبوه يتقتل حرام فابتدوا يحسوا أن الشاب دوت اتظلم ظلم كبير قوي وتحمل فوق طقته وأنه هو تعمل فيه حاجات ما كانش ينبغي تتعمل فيه لأنه هو كويس وأبوه كان رجل طيب وحاكم عادل فلما رجع والناس شافوه فرحه بيه واستقبله أحسن استقبال وإذا بالحكماء يزفوا البشرة للشعب ويقولولهم أبشروا أصحمة ابن أبجر من الآن سيتوج ويبقى نجاشي الحبشة الشعب كله فرح واحتفل باحتفال كبير جدا وبدأوا يلعبوا بالحراب وبدأوا يعني يحتفلوا باحتفال خاص جدا واتطمنوا كلهم وحسوا براحة وطمأنينة شديدة جدا لأن أصحمة ابن أبجر بقى هو نجاشي الحبشة فاكر لما قلت لك في بداية القصة سبحان الله شوف هما بيدبروا في إيه وهم بيخططوا لإيه لكن ربنا هو اللي مقدر إن الغلام دوت هو دوت يبقى نجاشي الحبشة وتعين ومالت دنيا كلها عدل وخير وحب الناس والناس حبوه وأكرمهم وعمره مظلم حد كان ماشي على نفس السيرة بتاعت أبوه اللي قتل ظلما وعدوانا وتمر الأيام وبدأ الناس اللي بتحب النجاشي اللي هو أصحمة ابن أبجر بدأت تعرف الحقيقة اللي حصلت قبل كده وحبوا يروحوا يقولوله اللي حصل لأبوه إيه وعمه عمل معاه إيه والقصة عملت إيه رحوا قالوله يا أصحمة على فكرة عمك اللي مات في الصائقة ده هو ده اللي تآمر مع الحكماء على قتل أبوك علشان يمسكوه هو نجاشي الحبشة وعمك نفسه هو اللي سلمك للحكماء دولة عشان يروحوا يبعوك ويخلصوا منك علشان لما تكبر وتعرف الحقيقة ممكن تقتلهم فخافوا منك يعرف أصحمة ابن أبجر اللي حصل لأبوه واللي حصل لهو شخصيا لو أنت ما كانوا تعمل إيه وانت الآن ملك البلاد والناس دي تحت إمرتك وعملوا فيك وقتلوا أبوك وكانوا عايزين يضيعوك وكانوا عايزين يقتلوك أنت شخصيا وفي الآخر رسوا على أنهم يبعوك بستمائة درهم عشان يخلصوا منك تعمل فيهم إيه طبعا هتعلق لهم المشانق لكن أصحمة ابن أبجر ما عملش كده كل اللي عملوا قال لهم عفو الله عنكم أنا مسامحكم بكل بساطة كده بكل بساطة كده سبحان الله كل دولة دول اختيار ربنا سبحانه وتعالى فعلا الناس دي فعلا اختيار ربنا ربنا اللي بيختارهم وبيصنعهم على عيني سبحانه وتعالى مش ممكن يكون بالعفو ده إلا إذا كان فعلا ربنا هو اللي أنقى فيه وجواه صفة العفو الجميلة يا ترى إيه اللي حصل بعد كده ده اللي احنا هنعرفه بكرة في تكملة قصة النجاشي أصحمة ابن أبجر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على النبي محمد وعلى عليه وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدثونا عن كرام